اشتركوا في القناة مرض انفلونزا الخنازير نتابعه ومشاهدين الكرام مشاهدين الكرام نقفوا اياكم مع هذا التقرير فابقوا معنا فيروس انفلونزا من الفيروسات القديمة التي تصيب الجهاز التنفسي خاصة في الطيور المهاجرة والتي تعتبر الخازن الأساسي لهذا الفيروس كما أن هناك سلالات معينة تصيب الإنسان وسلالات أخرى تصيب الخنازير بإضافة إلى كلاب البحر والحيتان والخيول إلى حد أقل فيروس انفلونزا في الإنسان يسبب أوبئة على مستوى العالم سنويا فعلى سبيل المثال كما يظهر في الشريحة المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 20% من السكان يصابون بانفلونزا الإنسانية سنويا ويموت من جراء هذا الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب من 36 ألف شخص سنويا أما على مستوى العالم يصاب ما يقارب من 3 إلى 5 ملايين شخص بإنفلونزا شديدة سنويا ويموت ما يقارب من ربع إلى نصف مليون إنسان سنويا من جراء الإصابة بهذا الفيروس الإنساني أما بالنسبة لفيروس الخنازير فهو يصيب بشكل أساسي الخنازير ولا ينتقل للإنسان إلا نادرا جدا وكانت تسجل حالات حالة كل سنة إلى سنتين في السنوات الخمسين الأخيرة ولكن لوحظ أن من شهر فبراير من هذه السنة سنة 2009 زادت هناك الحالات التي تصيب الإنسان من الخنازير للإنسان وهذا هو حقيقة منشأ التخوف فحتى الآن أصيب ما يقارب 7520 شخص حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى تاريخ اليوم أدى إلى وفاة 65 شخص فهذا شيء غريب على هذا الفيروس فالفيروس سابقا لم يصب إلا تقريبا حالة كل سنة إلى سنتين أما الآن خلال أشهر أو شهرين إلى ثلاثة أشهر أصاب فوق 7000 شخص على مستوى العالم فيعتقد أن الفيروس الخنزير المنشأ الذي كان لا يصيب إلا الخنازير اكتسب القدرة على إصابة الإنسان واكتسب القدرة كذلك على إصابة أو على الانتقال من إنسان إلى آخر وهذا لم يكن معروف في هذا الفيروس طبعا الفيروس الذي أصاب الإنسان انتقل أساسا عن طريق المخالطة اللي صيقة مع هذا الحيوان الخنزير وحاليا أكثر أسباب انتشاره هو بين الإنسان للإنسان عن طريق استنشاق الرذاذ المتطاير من الفم خلال الكلام أو خلال الكحة أو العطاس وبالتالي هناك تخوف عالمي من انتشار هذا المرض على مستوى العالم فمن المعروف أن وباء الفيروس الإنساني يسبب جائحات كل تقريبا عشرة إلى أربعين سنة أول جائحة سجلت في هذا القرن كان سنة 1918 أدت إلى وفاة خمسين مليون شخص على مستوى العالم طبعا أصابت الملايين وتوفي منهم خمسين مليون شخص وسنة سبعة وخمسين كذلك كانت هناك جائحة للإنفلونزا قتلت فيما يقارب ثلاثة مليون شخص وسنة ستة وسبعين كذلك ومن سنة ستة وسبعين وحتى الآن لم تحدث جائحة فلذلك الآن التخوف هو أن هذا الوقت هو الوقت الموائم لحدوث جائحة بحكم الاستقراء التاريخي لهذا الفيروس الذي ثبت أنه يسبب جائحات على مستوى العالم كل عشرة إلى أربعين سنة هذا الفيروس إذا سبب هذه الجائحة لا سمح الله فسيؤدي إلى إصابات الملايين من البشر لأن البشر ليس لديهم مقاومة لهذا الفيروس الجديد الذي يتوقع أن يتحور من فيروس خنزيرة إلى فيروس إنساني كما حدث في السابق وهذا التحور حقيقة هو أس التخوف من انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير فمن المعروف أن الخنزير هو الوعاء الذي يخلط بين فيروس إنفلونزا الطيور مع فيروس إنفلونزا الإنسان مع فيروس إنفلونزا الخنازير ليخرج فيروس جديد محور لديه صفات قوية في الإصابة صفات قوية في الوفاة صفات قوية في الانتشار مما يؤدي إلى حدوث جائحات على مستوى العالم الفيروس بالنسبة فيروس الإنفلونزا الخنزيري في الإنسان حقيقة أعراضه مشابهة تماما للفيروس الإنساني لا تستطيع التفريق بينه وبين الفيروس الإنساني فيحدث حمى صداع ألم في الحلق ألم في العضلات في المفاصل خمول عام صداع إلى آخر من العراض غير المميزة التي تشبه أو التي تتطابق مع فيروس الإنفلونزا الإنساني ولا يمكن التأكد من التشخيص إلا بإجراء فحوصات معينة على لعاب أو إفرازات خارجة من حلق أو أنف المريض المصاب وهذه التحاليل المتوفرة في بلدنا المملكة العربية السعودية مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام الشيخ محمد من خلال هذا التقرير كيف تصف هذا المرأة؟ طبعا كلام الدكتور ظاري ومن تخصصين جزاء الله خير في هذا الباب ورجل الفاضل وصاحب خبرة المسألة هي قضية الناس الآن عاشوا بين مسألة التضخيم والحقيقة فلا شك قد يكون الحق وسط بينهما يعني ليست المسألة مسألة وهمية لا في شيء حقيقي لكن إلى أي حد وإلى أي بعد وكيف ممكن تستغلوا شركات الأدوية مثلا لكن عندنا الآن أمر واقع فيه ناس مصابين وفيه ناس تموت من جراء العملية أنفلونزا الخنازير مرض تنفس إحاد شديد الإعياء يصيب الخنازير يتسم بمعدلات إمراض عالية ومعدلات إماتة أقل ومنخفضة متراوحة ممكن تصل إلى عشر فيها كما ذكر الدكتور قضية اللقاحات يقولون طيب لا يوجد لقاحات حتى الآن وأن الفيروسات تتغير بسرعة فائقة وأعراض الإصابة بهذه الأنفلونزا يعني كل الأنفلونزا العادية درجات حرارة ارتفاع درجات حرارة إصابة بالنعاس كسل عدام شهية كحة سيلان أنف احتقان حلقة غثيان قي إسهال كما يفيد موقع منظمة الصحة العالمية والناس الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة طبعا قد يؤدي بهم تطورات أكثر سوءا ينتشر بين الخنازير عن طريق الرذاذ والمخرطة المباشرة وإذا أصيبت خنازير يمكن أن تقل الإنسان القضية الآن التي أشير إليها وهي مسألة انتقال هذا المرض من الإنسان إلى الخنزير ومن الإنسان إلى الإنسان كان مثلا في الفلونزة الطيور من طريق واحد مثلا من الطيور إلى الإنسان ونادرا الآن قضية من الإنسان إلى الإنسان هذه قضية مخيفة عندنا طبعا ثم انتقال الفيروس عن طريق لمس الأشياء لمس الفم أو الأنف بعدها ويعني كون الفيروس معروف من قديم يعني هو في الصين موجود من زمان ولكن يتطور فيروسات معندة للقاحات لابد من أشياء جديدة ولذلك شيخ محمد نجد أن هناك من يطالب برفع الغطاء العلمي عن هذا الوباء وعن المسبب لهذا الوباء أيضا وكأن هناك تكتيم حول هذا المرضى وحول هذا الوباء يعني لا يعلم ما الهدف من ذلك والعلا نقف عند هذه النقطة بعد فاصل قصير نستعدنك فيه مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا فابقوا معنا هذا البرنامج برعاية أفكار علمية السلف والتربية حلول تربوية التربية النبوية زاد المربي بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد ترجمة نانسي قنقر